السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائنا ومتابعين في كل مكان أهلا بكم أصبحت أنماط الحياة الحديثة محمومة للغاية ومستقرة في نفس الوقت بحيث انتهى بنا المطاف بالتوتر والمعالاة من مختلف القضايا الصحية ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى عدم النشاط البدني أوسط مراكز السيطرة على الأمراض بالشراكة مع الكلية الأمريكية للطب الرياضية بثلاثين دقيقة على الأقل من المشي السريع لجميع البلغين في معظم أيام الأسبوع بعد ذلك بوقت قصير أوصت جمعية القلب الأمريكية أيضا بثلاثين دقيقة من المشي يومية وعلى مار السنين ربطت الدراسات بين المشي والوقاية من الأمراض مثل السكر والسمنة وأمراض القلب والقلق والاكتئاب والتياب المفاصل والتعب والاختلالات الهرمونية وأعراض الدورة الشهرية والتراجع والزهيمر الإدراكي والطرابات الغدة الدراقية المشي هو أقدم نشاط بدني بشري مفيد للغاية لجسامنا فيسرع عملية الأيض ويحرق السعرات الحرارية ولكن هذا ليس سوى جزء صغير من المزايا العديدة لهذا النشاط فتابعونا الدكتور توماس فيدن المدير السابق لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لخص لنا ما يصنعه المشي يمكنهم محاربة الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل والسكر إنه واحد من أكثر أشكال التمرين أمانة ويداعم المفاصل مع تحسين الدورة الدموية مما يساعد الجهاز اللينفوي على أداء وظيفته ويقلل الالتهاب المشي هو وسيلة فعالة بشكل لا يصدق للحفاظ على وزن صحي إنه تمرين سهل لمواكبة خطر الإصابة ولا يسبب الإرهاق مقارنة بالتدريبات الأكثر كثافة يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب التاجية والنوبات القلبية أظهرت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للطب الوقائي في عام 2013 أن المشي السريع يؤثر ويجبيا على معدل ضربات القلب أثناء الراحة وضغط الدم وقدرة التمرين واستهلاك الأكسوجين الأقصى ونوعية الحياة المشي هو وسيلة طبيعية لتحسين الحالة المزاجية ومحاربة الاكتئاب والقلق تعرف جميع أشكال التمرينات المعروفة باسم العدائين المرتفعين بأنها هرمونات طبيعية تشعر بالرضى في المخ بما في ذلك الإندورفين المشي بانتظام يوقف فقدان كتلة العظام بسبب الشيخوخة المشي هو وسيلة رائعة لمحاربة الجاذبية لأنه يجبر العظام على أن تصبح أقوال مواصلة دعم وزن الجسم ويقلل من خطر الإصابة بالكسور أو هشاشة العظام المشي هو تمرين منخفض الأثر يتطلب الحد الأدنى من المعدات ويمكن وجرائه وفقا لسرعتك الخاصة وفي أي وقت إنه ممتاز للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والمسنين وبالنسبة لولئك الذين لم يمارسوا التمارين الرياضية منذ فترة طويلة حيث لا ينبغي عليهم القلق بشان المخاطر المرتبطة ببعض أشكال التمرين الأكثر قوة لذلك أخرج واجعل المشي جزءا ممتعا واجتماعيا من نمط حياتك ونشكركم على المشاهدة